السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الاثنين 23 أيلول سبتمبر القمر اليوم موجود في برج الجوزة استقر تماما ورح يظل موجود في برج الجوزة لغاية عصر يوم الغد الثلاثاء الساعة 22.49 دقيقة عصرا بتوقيت جرينتش القمر الآن موجود في منزلة الهنعة وهي منزلة تصلح للمحبة والخير والقبول ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 22.55 دقيقة من عصر اليوم الاثنين لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الذراع وهي منزلة جيدة وصالحة لكل شيء القمر موجود ببرج الجوزة إذن تأثيره رح يكون على جميع الأبراج علينا جميعا هيك إنه خلال هذا الوقت بنشعر بالنشاط والرغبة في الانطلاق والتحرك في شتى المجالات وفي جميع الاتجاهات ولكن نتقلب بأفكارنا وأفعالنا وأقوالنا أكثر من المعتاد وبيكون من الصعب تصديق والوعد أو كلمة وقال علينا إكمال أعمالنا واتصالاتنا وما إلى ذلك بعضنا ممكن يشغل نفسه في أمور غريئة غير مجدية ويمكننا أيضا أخذ دورات جديدة أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لنادي بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي انتقال الزهرة أو كوكب الزهرة لبرج العقرب رح ينتقل كوكب الزهرة من برج الميزان لبرج العقرب الساعة 22.36 دقيقة فجرا بتوقيت جرانيتش من فجر اليوم الاثنين ورح يظل موجود في برج العقرب لغاية يوم 17.10 بيكون يوم 5 الساعة 27 دقيقة مساء بتوقيت جرانيتش بعدها بنتقل لبرج القوس طبعا الحلقة الكاملة بتفاصيلها بزواياها بتأثيراتها صارت موجودة على القناة رح يطرأ تغيير إيجابي على مظهر موليد برج العقرب ورح يشعره بقوة العاطفة وانجذاب أفراد من الجنس الآخر لإلهم بيستفيد معهم موليد الأبراج المائية الأخرى وبرضو الترابية لعم السرطان الحوت الثور العذرة والجدي وكل شخص لما انولد كان موجود عنده الزهرة موجودة بتكون بالعقرب هم أكثر الأشخاص اللي رح يستفيدوا بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع سلبية بين القمر وبين زحل هاي الزاوية رح تكون الساعة 11 و58 دقيقة ظهرا بتوقيت جرانيتش من واجه مصاعب وعرقيل بتطلب مننا أن نبدو الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوذ فبيفتقر البعض الشجاع اللازم إلى مواجهة مشاكلهم فبيل جول الهروب إلى الماضي بدلا من مواجهة الحاضر تجعل عزيمتنا ضعيفة من كون متقلبين غير راضيين كثيرين النقد والعنادة وميالين للكآبة أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين المشتري هاي الزاوية رح تكون ذروتها الساعة 10 و37 دقيقة مساء بتوقيت جرانيتش بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أن نساعدهم قدر الإمكان يعني زي تقديم عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية ابتمنحنا العطف والمودة ومنحظة بالشعبية واليسر المادي والصحة والحضوة عند الجنس الآخر ونجاحات مادية كمانها بتساعدنا على التعرف على أشخاص ذوي نفوذ وبتمنحنا تقدير رؤسانا بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها إلا إذا كانت اضطرارية عند الكتفين والذراعين واليدين والجهاز التنفسي أنابيب الشعب الهوائية والرياتين والوصلات العصبية إلى مهارات الاستشعار اللي هو الجهاز العصبي والحركة والشعيرات الدموية اللي هو نظام التبادل أما بالنسبة لباقي أعضاء الجسم طبعا ما في أي مشاكل لإجراء العمليات الجراحية خلال هذا اليوم أيضا مناسب هذا اليوم لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر أو الطرق التقليدية للأشخاص اللي بيعانوا من كثافة الشعر وبدهم يبطئوا عملية النمو يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ولكنه لا يصلح للقص العلهجي لهم الأشخاص اللي عندهم ضعف في الشعر وحبين أنهم يزيدوا كثافته أو عملية زراعة الشعر أو الأشياء اللي زي هيك فما بننصح فيها بهذه الفترة القمر بما أنه موجود في برج الجوزاء خلو المسار يوم الغد الثلاثة رح يبدأ الساعة 11 و58 دقيقة ظهرا بتوقيت جرانيتش ورح يستمر حتى تمام الساعة 2 و49 دقيقة عصرا بتوقيت جرانيتش أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المربع عمر 21 يوم الساعة 27 دقيقة مساء بتوقيت جرانيتش نبدأ باليوم لـ 22 نسبة الإضاءة آخر اليوم 59% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان حتى يوم 22 عشرة سعيد بنسبة 60% القمر في الجوزاء حتى يوم 24 تسعة منتحس الآن بنسبة 10% ساعات الفجر سعيد بنسبة 30% ساعات العصر سعيد بنسبة 10% أما في ساعات المساء منتحس بنسبة 25% عطارد في العذراء حتى يوم 26 تسعة منتحس بنسبة 40% الآن ساعات الظهر منتحس بنسبة 10% الزهرة في الميزان ورح تنتقل للعقرب زي ما ذكرنا ورح تظل موجودة في العقرب ليوم 17 عشرة سعيد بنسبة 15% المريخ في السرطان حتى يوم 14 سعيد بنسبة 45% المشتري في الجوزاء حتى يوم 19 منتحس بنسبة 40% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 15-11 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 31 منتحس بنسبة 10% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 17 منتحس بنسبة 10% وبلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 12-10 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بتنشطه في مجال السفر والاتصالات وبالطالعك فترة حافلة بالواجبات والمسؤوليات والتنقلات والاتصالات على أنواعها أهم شيء أنك ما تتهرب منها ممكن يتغير الوضع لصالحك شرط التحلي بالليونة والدبلوماسية في التفاوض بتكثر عندك الزيارات والتنقلات والاتصالات أو الاهتمام بالسيارات أو الأجهزة الإلكترونية وعنده قدرة عالية جدا على الإقناع والحوار وعلى المستوى العاطفي الأجواء ممتاز جدا برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم تنهمكوا في ضبط ميزانيتكم في بعضكم ممكن يحصل على بعض المكاسب المالية اللي بتيجي من عمل إضافي مستردات هبات أو نوع من أنواع الدعم ولكن بتكو تتجنبوا النفقات ممكن تقلق بشأن مصاريف لتصليحات لأولى استحقاقات مالية أهم شيء أنك تتجنب نزوات التسوق وحاذر من تهديد الاستقرار المالي بالتقلبات وبعضكم ممكن ينشغل بمسائل مالية متنوعة برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا اليوم أنتم بما أن القمر صار موجود عندكم قدرة على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها وأيضا اهتمام شخصي عالي رح يكون بأنفسكم بهندامكم بمظهركم بتلمس انفراج وبترتفع معنوياتك بشكل ملحوظ وممكن تواجه الواقع بمنطق وعزيمة وتتلقى جواب في هاي الفترة وبتتوضح لك الأمور وبانتظارك اللقاء أو مرحلة جديدة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا القمر موجود في بيت المتاعب لغاية حصر يوم الغد الثلاثاء فإذن اليوم بناء للتعب منكم ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعجل انتبهوا كثير لغذائكم وراحتكم ابتعدوا عن الأجواء الصاخبة والمشحونة بالإنفعالات حولوا أنكم ما تتخذوا قرارات حاسمة حاول أنك تأخذ قسط من الراحة وممكن تعيش يعني خيبة أمل شخصي يوعدك بشيء وما يوفي فيه فعشانه كل يوم دك تحاذر من الفشل أو الالتباس أو التراجع الصحي برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد اليوم بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء ومن هاي فترة مناسبة لطلب استشارة أو تعيد أحدهم أو لقاء اجتماعي أو تعارف أو حتى طلب مساعدة أو واسطة من أحدهم أهم شيء يعني اليوم بدك يكون معك شخص مساعد لا إلك استشير أهل الإختصاص ابتطمئن مخاوفك وبتفرح لحمل التأييد أو دعم لقضيتك ولكن حاول أنك تنجز كل العمال الضرورية والمهمة قبل يوم الغد بالنسبة لموليد برج العذرة حافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل هذا اليوم لأن القمر موجود في بيت السمعة فحاول أنك تقدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرص تقدم مفاجئ وكون على قدر المسئولي وما تتردد بطلب رأي أو مساعدة من أحدهم ودع خجلك جانباً وعبر عن آراءك بثقة وجراءة واتجنب الكلام القارص وخلي كلامك واضح وما في داعي للمغامرات أو المجازفات برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان اليوم بتنشطوا بالاتصالات الخارجية أو التواصل مع جانب أو أوراق قانونية أو معاملات أو شيء يتعلق بإقامة أو دراسة ولكن اللي بدي يتقدم لامتحان أو مقابلة بده يستعد بشكل جيد هذا اليوم يوم حافل بالنشاطات حاول أنك تبحث عن الحلول اللي بترضي الآخرين ممكن تضطر للتراجع عن موقف ما بتكثر الانشغالات الإدارية عندك ولكن برضو اليوم مناسب جداً للتواصل العاطفي للمقابلات للامتحانات للإستراد والتصدير يعني في إيجابية قوية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب أدخلوا التعديل المطلوب على أموركم المالية المشتركة خلال هذا اليوم يعني أي مال معك شريك فيه بنك ضريبة تهمين مال الزوج الزوجة كلها هاي أموال مشتركة حتى التاركة والميراث متعتبر أموال مشتركة وسارعوا لترتيب أوراقكم ملفاتكم ممكن تحتاجوا لخبرة أحدهم لإنقاذك من ورطة أو من مأزق أو من شيء بأرقك أهم إيش إنك ما تبقى وحيد وما تتقوقع على نفسك وشارك في كل النشاطات وبادر لتصحيح الأخطاء اليوم ممكن تحل مسألة مالية معقدة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء شراكات العمل أو العاطفة أو ما بين الأزواج وهي فترة شوي بالظل صعب لأن القمر موجود مقابلك تماماً فعشان هيك بتثقل خلالها الهموم والمسؤوليات لأنه تاخدك ضعيفة ممكن تعيش لحظات صعبة ومحرجة وتعكسك الظروف أو تظهر معاكسات كبيرة وتعتبر مئة من الفترات الأصعب خلال هذا الشهر أهم شيء أنك ما تخال في القوانين وما تكون ساخر وما تكون عنيد وما تدخل بمشاكل لأنه أكيد راح تكون أنت الخاسر برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي بتكونوا تواصلوا الأعمال اللي بدأتوا فيها من قبل وحاولوا إن كنت تنتبهوا لصحتكم حاذروا من التراجع الصحي لأنه الفترة هاي بتضغط على الصحة أو على العمل فممكن يكون في خلاف ما بينك وبين أحد الزملاء أو يتراكم عندك العمل فتضطر للعمل وقت إضافي فعشان يكدك تباكر لعملك وترك مساحة للغير للتحرك وباستطاعتك حسم الأمور لصالحك واتخاذ قرارات جريئة إذا كنت مستعد لذلك أهم شيء أنك تتمم أعمالك بأكملها برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم القمر موجود في البيت الخامس يعني ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا وبتكثر التنقلات والزيارات أو الاتصالات وبتتحسن الأجواء نسبيا ممكن تعيش فرحة ونجاح ممكن تمارس هواهي أو تتقرب من الأحبة أو الأولاد أو تضطر لمساعدة أحد أولادك أو أحباءك وممكن يفاجأك أحدهم بالوقوف لجانبك يعني الأجواء داعمة لإلك بكل قوة بعضكم ممكن يهتم بنفسه أو يهتم بمظهره وهندامه أيضا برج الحود بالنسبة لموليد برج الحود طبعا القمر موجود في البيت الرابع يعني اليوم الأمورة بتتعلق بالبيت بالعقارات بالعائلة أكثر شيء فممكن تنهمكوا بأمور الهصلة بالبيت والعائلة من أعطال أو مناسبات أو أفراح أو لقاءات اجتماعية أو حتى ممكن صحة أحد أفراد العائلة حاول أنك تخصص وقت مهم لعائلتك ولا شؤونك الخاصة ولا تتسرع في الحكم على الأمور والأشخاص ممكن تعاني من سوء تفاهم أو شك ضبط الأعصاب والتحقق هو المطلوب هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه وحفظه إلى اللقاء